وفي سياق متصل كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين مؤخرا وأشار سعادة السفير إلى أن قيمة استثمارات السعوديين في برصة البحرين بلغت نحو 432 مليون دينار وأوضح الأمير سلطان بن أحمد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عدد سجلات التجارية المملكة لسعوديين في مملكة البحرين بلغت 14 ألف سجل تجاري بحسب آخر الإحصاءات الرسمية في البحرين كما توجد خمسة آلاف شركة سعودية مستثمرة في مملكة البحرين ويأتي المستثمر السعودي في المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية كما أن رأس المال السعودي المستثمر في البحرين يأتي في المرتبة الرابعة وضف أن المستثمرين السعوديين في مملكة البحرين يشكلون ما نسبته 80% من حجم المشاريع العقارية التي يمتلكها الأجانب باستثمارات تتجاوز 3 مليارات و 600 مليون ريال سعودي مشيرا إلى أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين فإن المستثمرين السعوديين يستحوذون على ما نسبته 30% من الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة ألفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين قامت بإنشاء مركز المستثمر السعودي في يوليو من عام 2017 لتسهيل إجراءات المستثمر السعودي وتقديم الخدمات اللازمة له والاستشارات كما تشكل الصادرات السعودية ما نسبته 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 27 مليار ريال سعودي ترجمة نانسي قنقر